طب خلينا نروح بقى للمهرجان ومهرجان المرأة يعني الترجمة بتاعته المرأة الشرقية الغربية مهرجان سينما علشان تمكين المرأة وعلشان تسليط الدوق عليها خلينا نكلم برضو على البدايات بتاعت المهرجان ده ازاي جات لكم الفكرة وهو هيستمر ان شاء الله المهرجان ده تم دعوة عدد كبير جدا من الفنانين على المستوى العالمي مستوى مصر كمان سيدات كانت فنانين بشكل عام يوم بتأثير في قضايا المرأة بشكل عام تحكينا جات الفكرة ازاي وتنفذت بالجمال ده ده حقيقي بصي أستر نوستر ومنفصل الفكرة صاحبتها حد جميل قوي قوي اسمها فيولا حنة وورا فيولا حنة عشان ريك بس الافكار بتطلع من البيت مامة فيولا مامة فيولا حنة مادام فايزة دي هي صاحبة المخ وقد ايه بتسيب انطباع على فيولا فيولا فكرت تعمل المهرجان ده انا ما كنتش عارفها خالص اكتشولي وفكرت بتحلم هي حلمت او ده بعد تنفيذي الكلام اللي حديك بتطلط حلمت حلم كل اللي حواليها قالولا ايه وحتجيبي من بره مينة مسعود مينة مسعود النجم العالمي بتاع طبعا يا ستي ده مش حيحصل وقعدوا يهبطوها لغاية ما كانت يعني لو ابدا هي فضلت ورح الماء لغاية يعني انا تعرفت عليها عن طريق صديقة مشتركة اسمها انا شوانا ايجي اكتشولي عرفتني بيها وجات هي مصر وانا ما عرفهوش فعشان هي ما تعرفش حد فراحت لشركة لطيفة جدا مارينا فخري بنوتا صاحبة شركة بتاعت تنفيذ الكونفرنس فقالت لها انا عايز اعمل ده قلت لها طيب بصي بس انا ما ليش علاقة بالفنانين وبتاع فراحت على طول مارينا بتكلمني بتقول لي دكتور هو ينفع تساعدنا في كذا بس احنا اصلا امكانيات انا بقولك ايه احكيلي الموضوع حكيتهولي قلت لها ايه الرسالة قلت لي الرسالة تمكين المرأة وقضايا المرأة ورفضت المرأة الغربية بالشركة عجبتني جدا الفكر تلها انا معاك يلا وابتدينا مع فيولا ومع مارينا دي لو شفتوها تلايوه صغنانة كده انا كنت محتاجة بيهم يعني مارينا صغنانة جدا لكن بتسيطر على جيش كامل بصي هي صغنطوطة 27 و 28 سنة انا ان شاء الله ممكن ابقى جيبها بإذن الله انا عايز اقولك انها من ثالث انا باعتبارها بنتي يعني هي قد ابني يعني وبحبها جدا وبحب فيولا جدا ومام فيولا جدا لانهم لما بيحبها واعتقد من الافكار اللي كانت برا الصندوق انها تكرم والدتها يعني رمز للفكرة نفسها انا كلمة والدتها دي انا قدام عنايا كل لحظة يعني انا دايما لو كنت احب فيولا 60-70% لما شفت مامتها بقيتها حدبها مية في مية هي بتحب مصر قوي قوي موضع بتاعشق مصر رغم انها خرجت من مصر من زمان يعني من الجيل القديم لكن بتاعشق مصر وبالتالي سائت ولادها حب مصر عشان كده عملوا هنا الفاستفل وهيعملوا الرجل وشاءة الاقدار انه كل الخيوط تجمى علشان يوصلوا لحظرتك والموضوع يتنفسك واقتنعت جدا فأنت عارفة العلاقات الحلوة مع الناس يعني اصحاب الفنانين مش مسألة بزنس هم حبيبك على فكرة دكتور اسامة كل فنانين تحبوا جدا وانا بحبهم جدا يعني لان اللي بيننا مش شغل احكينا بقى مين الهام شهين الهام شهين طبعا هاني رمزي بشرة انوشكا انوشكا كانت جنن وهي اللي قدمت مينا مش عهود بص يا دوباك قلتل قلتل انوشكا قالتلي طبعا انت بتقول ايه ده فكرة روعة كمان الموسيقار العظيم هاني شنودة كان تم تكريمه برضو عشان موسيقى لعزاء للسيدات ما هو بصي حاك الافلام اللي اصطرت كل حد تم تكريمه كان ليه وراءة قضية وعلاقة بالسينما لدرجة ان حفيد صلاح ظلفقار جي استلم عن لعزاء للسيدات لان صلاح ظلفقار هو منتج لعزاء للسيدات فاحنا اللي جوم بقى حضره ساذ محمود قبيل سامح السريتي مش عايزة انسى حد بس يعني بوسط الهاني ناجيب تفاهم مينا بسعود كمان انو اسمه وانا سامع انوه كمان بتأثر بخواته البلات ويحب مصر اول ما تسمعي كلمته بيعشق مصر يعني ده كم فنانين وكم انا يعني بس مش عايزة اكون ناسي حد لكن كمية منتجين وفنانين جوم رمي السكري ناس كثيرة جات حضرة يهاب توفيق ناس لجموعة كبيرة جدا جات مخصوص وناس جات من برا مخصوص لمصر عشان تحبط في شعره جوموا اطبعا بالضبط مجموعة وطبعا يعني التقديم الجميل يعني مش عايزة اقول اسمها عشان اقوله لا هي انا تجربة شاركت فيها وكانت تجربة عظيمة جدا وحيط كان فخور بيها جدا ودينا كمان ودينة فاروق ودينة فاروق تجند ان شاء الله حيبقى فيه قريب الساعة يعني 24-24 حيبقى في سبتمبر وحتبقوا طالعين من بربة ان شاء الله ان شاء الله وكمان كرم هلا صدقي يعني هلا صدقي يعني الملك كرمناها انا كنت فرحان قوي على المستوى الشخصي ان هلا صدقي تتكرم لانها تستاهل بجد التكريب ان شاء الله 20-24 وده حصري للريم يبدنا مجنة لدي العصير يعني ده حقيقي ان شاء الله حيبقى عن المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني حيبقى اهداء ليهم اهداء الدورة بتاعة المهرجان الجاي كلها مهداء الى فلسطين واطفال فلسطين والمرأة في فلسطين وجزء ان شاء الله بدون مقطع من الفلوس اللي حتيجي للمهرجان هنتبرعوا بيها لأهالي أطفال فلسطين لان يعني وفي اسماء كبيرة بقى ان شاء الله يعني خليها مفاجئة عبقى في اسماء كتير بس احنا للأسف مخنا مش جاي بالاسماء كلها شمحاتش يزعل لكن طبعا في اسماء كتير جدا في اسماء كتير جاي من بره بقى اسماء عالمية جد يعني اسماء كبيرة قوي قوي اقتنعت وجاي ان شاء الله تحضر يعني بقى كيف بتتابع معك وليه بنحكي حكايات دي تانية عشان نقولي البدايات او عتقول الموضوع ده بعيد عني لا احلم زي ما الدكتور قال وحط هدف لنفسك والخمس حاجات اللي الدكتور قالها حطها حتى على ورعه وقلم وبتدي بداية جديدة ان شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا ومناسبة تحتاج بتتكلم على فلسطين وعلى ان شاء الله المهرجان الجاي حيبقى اهداء لأهالينا في فلسطين فاحنا معينا كده هناغنية نختم بيها الحلقة دي اول حلقة معينا والبداية مسك يا دكتور وان شاء الله السنة دي تبقى سنة سعيدة علينا جميعا قولك مبروك على المهرجان ومبروك على كل بداية جديدة بتبتديها بتعلم منك تعيش يا ري وان شاء الله بإذن الله ينجح جدا السنة دي كمان في دورته التانية المهرجان وبشكرك على ان كنت منورنا نهاردة ومش هتمش بعش الناس عايزين يصاروا معك طبعا طبعا ياري كله سنة وانتي طيبين هنسيف كلهم جاهزين مع اغنية سلام بنحلم كده انه عشرين اربعة عشرين مبقاش شاء الله تبقى فيها اي حاجة توجع قلبنا وتزعانا زي ما حصل نسيفكم مع الاغنية كل سلام ومتطيبين